اشتركوا في القناة بالاسعار الثابتة في الربع الاول من عام 2024 مدعوما بارتفاع نمو القطاعين النفطي وغير النفطي يوم تلو الاخر تثبت مملكة البحرين سيرها على الطريق الصحيح وتجاوزها للتحديات بعزيمة وروح الفريق الواحد فريق البحرين ولعل المطلعة على المؤشرات التي نشرتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني التي اتت ضمن التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الاول من عام 2024 يرى النمو الذي سجله الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 3.3% بالاسعار الثابتة وهو النمو الذي كان مدعوما بارتفاع نمو القطاعين النفطي وغير النفطي وتشير الارقام المنشورة الى نجاعة الاجراءات التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين بقيادة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خاصة عند الحديث عن خطة التعافي الاقتصادي وارتباطها بتعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد الوطني اذ ساهم هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة بنسبة 85.9% ليكون هو القطاع الاكثر مساهمة وكانت حكومة مملكة البحرين قد اطلقت العديد من البرامج والخطط ضمن خطة التعافي الاقتصادي اضافة الى مشاريع تنموية كبرى لتواصل بذلك مسيرتها التنموية على كافة الاصعدة بعد جائحة كورونا فنتائج البرامج والتطويرات في مختلف القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الوطني برهنتها الارقام المنشورة ضمن احصائية وزارة المالية والاقتصاد الوطني ولان الاستدامة المالية وخطط الاستقرار الاقتصادي تحتاج لمبادرات ريادية اخذت حكومة المملكة على عاتقها زمام المبادرة وبلغة الارقام تحسن اداء المملكة ضمن تصنيف التنافسية العالمية لعام 2024 الصادري عن مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الادارية اذ تقدمت المملكة بواقع تسع مراتب منذ ادراجها في العام 2022 وبواقع اربع مراتب منذ العام 2023 لتحتل هذا العام المركزة الحادي والعشرين عالميا اشتهتaux ترجمة نانسي قنقر